ما هو روح ضد المسيح أهلا أحباء المشاهدين أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة بث مباشر عن موضوع عن روح ضد المسيح ما هذا الروح؟ شو المقصود من هذه الكلمة؟ وفعلا هل بنعيش هذه الأيام بما يسمى أنتي كرايست أو روح نظام ضد المسيح؟ رح نشوف بعد قليل عن هذا الموضوع بشكل أكثر اليوم أو في هذه الأيام في هجوم شرس جدا حرب شعواء ضد كنيسة المسيح وبصراحة الحرب من الداخل ومن الخارج من الداخل في كتير ناس مسحيين بعلموا تعليم يعني فيها رياح تعليم مش بالحق مية في المية لكن برضو بتشوف من ناحية أخرى في أمور عم بتصير في هذا العالم ليس إلا ولا مجرد أنه أنت مسيح أو أنت مؤمن بيسوع المسيح لما بتبتدي تحكي مع الشخص عن حياة وجمال وأخلاقيات المسيح طبعا كل يعجب لكن برضو في داخل إنسان فيه عداء فيه كراهية فيه شيء ضد المؤمن المسيحي وأنا بتكلم مش على الدول مثلا دول عربية ولا دول مثل الصين وشمال كوريا أنا بتكلم حتى عن نفس الروح اللي هي في الغرب صار كل شيء ما هو يقاوم ومضاد لروح المسيح عم بتشوفه في هذه الأيام مثلا عم نشوف القتل والذبح بالصواطير في نيجيريا بوكو حرام عم بيقتل مسيحيين عم بيهاجم قرى كاملة بأكملها ومش برصاص يعني بيفوتوا عليهم بالمشاتة في السطورة في البلطة في الصواطير وبيقطع أجسادهم وهذا واضح يعني علنا والأغرب من هذا إنه ممكن شخص في مكان آخر يقتل أو يكون من عرق أو من لون معين كل أخبار العالم وكل أخبار الدنيا يعني يجن جنونها على هذا الخبر وطبعا بالحق إنه إحنا جماعة ضد الظلم وضد أي شيء ضد أي شخص ضد العنف إجمالا لكن اللي عم بيصير مع المسيحين مثلا في الغرب عم بينكروا موضوع الصلاة والكتاب المقدس وعم بينكروا عم بيعملوا الإجهاد والشزوز الجنسي وكل هذه الأمور عم بقولوا لأله ابعد عنا وبنفس الوقت بتشوف روح مضادة لكل شيء فيه شيء مسيحي حتى الأفلام بتشوف أفلام عن يسوع المسيح بيتجرقوا إنه يعمل أفلام شازة عن يسوع أفلام اللي هي ضد هوية يسوع المسيح بتجي تقولوا طب شمعنى إنك إنت بتعمل فيلم عن يسوع مع إنه بشهادة الجميع هو أعظم شخصية مثال للأخلاقيات مش معنى ما بتعمل على أي نبي آخر اللي ممكن تلاقي البلاوة في أي دين أو أي نبي آخر فإذا واضح إنه فيه روح ضد المسيح نظام عالمي ضد المسيح وهذا ما أريد أن أتحدث عنه في هذا الوقت ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير اشتركوا في القناة